موسيقى الزاكرة العملية اللي بتخليك تخزي معلومات او خبرات جديدة وطلعها تاني وقت ما تحتاجها وعشان كده الخبرة بتأثر على سلوكنا لانها بتكون تشالت في دماغنا وبتخلينا لما يتكرر الموقف نستخدم الزاكرة الزاكرة حسب الدراسات العصبية هي تغيرات كهربائية كيميائية بتحصل للخلايا بيحصل بعدها إفراز لمواد كيميائية زي النيرو ترانسميتر عشان تنقل الإشارة العصبية من خلايا للتانية طيب هو إحنا أصلا بنفتكر إزاي وإزاي المعلومات بتتخزن في المخ أول مرحلة بنمر بيها هي مرحلة التعلم واللي فيها إحنا بنستقبل المعلومات من الحواسم مختلفة في الجسم وهي الزاكرة الحسية زي مثلا لما الطفل بيحط إيده في الكهرباء بعدها ما بيقررهاش تاني لأنه بيكون عنده تنقلة الخبرة دي لزاكرته تاني مرحلة مرحلة التخزين واللي بيتم فيها تشفير المعلومات دي في المخ وهنا فيه نوعين من الزاكرة لازم نعرفهم الأولى الزاكرة قصيرة المدى واللي هي بتستقبل المعلومة من الزاكرة الحسية وبتستمر من ثواني لشوية دقائق وبعدها ممكن المعلومة دي تتنقل للزاكرة طويلة المدى أو ننسيها تاني نوع هو الزاكرة طويلة المدى وبيكون عندنا فيها حاجتين زاكرة اللاوعي ودي بيكون فيها الكدرات اللي تعلمها الشخص زي المشي أو السواقة والتانية زاكرة الوعي ودي بيكون فيها الأحداث والحقائق اللي بيدركها الشخص طيب سؤال هنا هو إيه اللي بيتحكم إن كانت المعلومة تتخزن في الزاكرة قصيرة المدى أو الزاكرة طويلة المدى في حوالي 100 مليار خلايا عصبية مسؤولة عن الزاكرة وزي مؤنف الأول بيتم تخزين المعلومة في الزاكرة قصيرة المدى بس مع زيادة التركيز أو تكرار المعلومة بتزيد عدد الخلايا المشاركة في عملية التخزين وبالتالي يزيد عدد الناقلات العصبية فتقدر تنقل المعلومة من الزاكرة قصيرة المدى للزاكرة طويلة المدى ولما يجي الوقت اللي بنفتكر فيه بتحصل إصارة لنفس الخلايا اللي شاركت في الخبرة الأولى وكل ما كانت الخلايا أكتر كل ما كانت الزاكرة أعمق وأسهل إننا نفتكرها طيب يا طرح معلومات دي كلها بتروح فين؟ هي دماغنا مثلا مكتبة والذكرات دي كتب مرصوصة على الرف؟ لا مش كده بالظبط المخ فيه كذا جزء بتبدأ فيه الزاكرة ومنهم الهيبي كامبس وليه دور مهم في تحويل الزاكرة قصيرة المدى لتويلة المدى؟ لأنه بيقوم بدور الماستر اللي بيقول مين بيعمل إيه فبيصنف الإشارات لحسية سامعية وبصرية وزوقية وهو اللي بينظم الإشارات لما نيجي نفتكر فلو حصل أي مشكلة فيه مش هنعرف نفتكر الحاجات القريبة ولا هنقدر نكون خبرات جديدة تاني مكان الفصين الصدغي والجبهي frontal and temporal loop وده بقى اللي بيحتوي على المراكز كل الحواس وفيه بتتخزن المعلومات طويلة المدى تفتكر بقى كل دول بيشتغلوا مع بعض ازاي؟ لو انت دلوقتي في محاضرة وفيه دكتور بيشرح في موضوع وانت بتكتب الأسئلة والكلام اللي بيتشرح في المحاضرة بتستخدم الزاكرة قصيرة المدى انك بتسمع الكلام وخلال ثواني بتكون كتبته بعد ما تخرج من المحاضرة مش هيتبقى في زاكرة اكتر من 10 او 20% من اللي سمعته وغالبا بيكون اللي انت قررته او الدكتور سألك فيه ولو ما كنتش مستخدم تركيزك ممكن اللي يتبقى يكون 0% تقدر تقولي بقى فاكر كم معلومة من اللي قلناه؟ غالبا 70% بس افتكر احنا كل ده كنا بنتكلم عن الزاكرة ومالقيه هو بقى النسيان وبيحصل ازاي؟ وازاي نزود ال 20% اللي طلعت بيهم من المحاضرة؟ وازاي تقوي زاكرتك؟ وايه الفرق بين النسيان الطبيعي والمرضي اللي زي الزهايمر؟ ده كله هنعرفه الحلقة الجاية لو عجبك الفيديو وضفنالك اي معلومة اعمل سبسكرايب ولايك للفتج من هنا ترجمة نانسي قiones فوق وترجمة نانسي قنق press ها؟ اشتركوا في القناة